هذا هو القصر العباسي البقية الوحيدة لقصور بن العباس في بغداد المدينة التي داع صيت علمها إبان حكمهم زخارف فريدة وتصميم عمراني تتجلى فيه المعرفة بالهندسة المشيدة كصديقة للبيئة قبل مئات السنين داخل أقبية القصر هذا تقود أسماء الشالجي فريقا تطوعيا للإرشاد السياحي يعرف الزوارة بتاريخ القصر المغمور في عمق التاريخ لدينا آثار بلد غني بالآثار والتراث والحضارات فبدأنا على مشروع أن نسوي جولات ثقافية حضارية ونجيب ناس مختصين بالآثار والتراث تتكلم عن هذا الموضوع مثل زيارة القصر العباسي اللي احنا موجودين به من هذه الشقوق الملتوية على جدران القصر يتكيف الهواء داخل الغرف المبنية بأبعاد مختلفة تتوافق مع شروق الشمس ومغيبها أما مصادر الطاقة فهي ذاتية تدخل من سقف القصر وقد صنعت بطريقة تتماشى مع ممراته وصالاته من مدخل الباب اتفاجأت بالزخرفة الفنية والهندسة المعمارية يعني بدقة معمولة من اتجولت بأرجاء القصر يعني كان فتشي مبدع يعني يعني صدق نفتخر انه احنا عدنا هيتش حضارة أربعون غرفة مختلفة المساحات والأشكال شيدت داخل سور القصر إلى جانب صالات لاستقبال الضيوف وصالات الاستجمام يختلف المؤرخون إذا ما كان هذا القصر مدرسة ألمية لتشابهها مع المدرسة المستنصرية في بغداد أم قصرا للاستراحة إلا أنهم لا يختلفون على من شيده فهو مبني بأمر من الناصر لدين الله العباسي قبل أكثر من ثمانية قرون حقبة تاريخية متطورة من بغداد ترويها الهندسة المعمارية قبل عدة قرون فيما يتطلع مهتمون بإحياء الحضارة العراقية إلى مزيد من الدعم للنهوض بواقع المدينة من بوابة تاريخها مصطفى سلمان المشهد بغداد